يا أخواني بعرف إنه إت لغير العاقل والله بعرف الإنجليزية بطلاطة بس ما عليكم بدرنا نميز إت البقية ميزينه سهلات جدا بعرف إن كل آن عم بتخربطه بين هير كما تقولين وبين هير كأي شيء كأنتي لأكل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ربي أعطيك ألف ألف عافية طلابنا الغالين بحصة تأسيسية جديدة حصة تأسيسية جديدة اتكلمنا أنا وياكو عن الإنجليز ساونز اتكلمنا عن الناؤنز اتكلمنا عن الفيربس مزبوط الآن ننتقل إلى موضوع آخر وموضوع جديد بس تنويه بسيط الفيربس حيكون إلو تكملة بفيديو منعزل حتى نتكلم عن الأفعال المنتظمة والأفعال غير منتظمة لكن طلابنا العسل اليوم حسب دوسيتنا الموجودة اللي هي التأسيس عنا حنتكلم بصفحة رقم عنا اللي هي صفحة رقم ثمانية صفحة رقم ثمانية صفحة رقم ثمانية بنتكلم عن موضوع اللي هو البرونانز موضوع البرونانز والله يا إخواني موضوع مهم جدا بلزمني في التكست بالفقرات على سؤال على ماذا يعود الضمير بلزمني يا إخوان بموضوع الريبورتد سبيتش الكلام المنقول نزبط لها يعني هذا إشي أساسي لازم أتعلم أنا الضمائر طب إذا أنا مش متعلم الضمائر كيف أنا كطالب بقدر أرجع الضمير على من يعود في القطع إذا أنا مش متعلم الضمائر كيف بقدر أتعامل مع درس الريبورتد سبيتش الكلام المنقول الأساس فيه هو تحويل الضمائر طبعا ما بقدر فلهيك أستاذي لهيك يا أستاذ اليوم إحنا درسنا عن مين عن الضمائر بنا نعرف يا أستاذ إنه بتلزمني في مكانين بتلزمني في موضوع مين التكست اللي هي تلزمني في موضوع الفقرات تمام وبتلزمني أيضا في موضوع اللي هو قاعدة الريبورتد سبيتش ابتلزمني في قاعدة الريبورتد سبيتش تمام الآن بالدوسية لا تنسى بدوسية التأسيس اللي هي صفحة رقم ثمانية صفحة رقم ثمانية الآن نحكي بسم الله الرحمن الرحيم الآن يا طلابنا يا عسل اللي هو موضوع الرئيسي ضمائر موضوع الحمار اللي هو يقصد فيه إنه اللي هو موضوع الضمائر موضوع أيش؟ الضمائر تمام الضمائر حكينا للمرة الثالثة بتلزمني في التاكست بالفقرات وبتلزمني ايضا في موضوع الريبورت دي سبيتش اللي هو الكلام المنقول او قاعدة الكلام المنقول اللي تعلمناها بالعاشر بالتاسع بالاول ثلوي اتساترا الى اخر الان اول شي بنتكلم فيه الضمائر انواع الان انا بدا تكلم عن الثري تايبس اللي هي بتهمنا تمام مع اني حتكلم عن النوع من الرابع خلنا تكلم هنا الاشي اللي بلزمني انه there are there are there are three types three types of pronouns قصدي يا ابن اخوي هون هناك هناك في التأسيس three types ثلاثة انواع للضمائر بعرف انه عندنا اكثر من ثلاثة بس انا كمادي التأسيس تمام بالزمني اني اتعرف على الاقل ثلاث انواع من الضمائر تعال اعلنك عنهم قبل ما اخش بتفاصيلهم اول نوع يا طلابنا من الضمائر اي لو اعنا subject subject pronouns subject pronouns النوع الثاني من الضمائر ب لو اعنا object اوبجيكت برناوز اوبجيكت برناوز اما النوع الثالث من الضمائر ورح انا بيهكو اخواني على شغلي بهدوء اللي هي عنا بوسيسيف بوسيسيف ادجيكتف ادجيكتف برناوز والان بنعرف وحدي وحدي انا وياكم النوع الاول من الضمائر يا اخواني بنحكي عنا طبعا كلمة برناوز هذه كلمة ثابتة معناتها ضمائر صح برناوز معناها ضمائر برناوز معناها ضمائر اكم نوع هنتعرف على وياك هنتعرف على ثري تايبس ثلاث انواع من الضمائر اول نوع اللي هو سبجيكت برناوز اللي هي ضمائر الفاعل ضمائر الفاعل سبجيكت برناوز ضمائر الفاعل راح نتعرف ليس سموها فاعل تمام وما ضمائر الفاعل ليس سموها فاعل وما ضمائر الفاعل تمام النوع الثلاث طبعا تعلموا هاي المصطلحات هذولا الترمينولوجي او الفوكابس ازاي كمتاس سبجيكت بمعنى موضوع بمعنى فاعل داح نتعلم معنيها أوبجيكت برناوز اللي هي ضمائر المفعول به سبجيكت برناوز ضمائر الفاعل أوبجيكت برناوز ضمائر مين المفعول به أنا بوسيسيف أجيكتف برناوز positive adjective pronouns اللي هي ضمائر صفة الملكية ضمائر صفة الملكية بتختلف بتختلف اختلاف كامل عن الضمائر الملكية في عنا positive adjective pronouns غير عن positive pronouns انتبه يعني ضمائر صفة الملكية بتختلف عن ضمائر الملكية هذا الاشي لازم انت كطالب تفهمه حتى لا تتغلب ولا لا تغلب معك الان طلابنا طلابنا في المملكة بعرفوا انه هاي ضمائر الملكية خلاص my لي his له here there لهم هذول اخواني مش ضمائر مالهم الملكية هذول ضمائر صفة الملكية اما ضمائر الملكية اشي اخر رح اتحدث عنه بنهاية الحصة تمام الله يرضى عليكم معناته احنا بهمنا ضمائر الفاعل الان ضمائر المفعول به وضمائر صفة الملكية احفظوهم والله هذللوا عن طريقهم صعوبات كثيرة ممكن توجهوها للامام الان نجح انوا يكوهم اول نوع النوع الاول يا طلابنا اللي هو subject pronounce subject pronounce هذا اول نوع من الضمائر هذا اول نوع من الضمائر هذا اول نوع من الضمائر ضمائر الفاعل ضمائر مين ضمائر الفاعل subject pronouns يعني ضمائر الفاعل تمام ايش هم من ضمائر الفاعل طلوا علي طلابنا ايش هم من ضمائر الفاعل 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 ات ذي وي يو اي الآن أستاذ قبل ما نبلش بنعرف أنه هي بمعنى هو للعاقل الذكر شي بمعنى هي يا أخواني بعرف أنه ات لغير العاقل والله بعرف ات بمعنى إيش بمعنى أنه it is me محمد أبو الشباب it is nice to meet you ضمائر الفاعل he she at حتى كانوا يحكونا وما زانوا بحكونا هذولا ضمائر مين is singular singular subject pronoun المفرد they بمعنى هم we بمعنى نحن طب شو معنى يو اليو يا أخواني زي ضمائر المخاطب أنت أنت أنتم أنتما أنتن يعني اليو عبارة عن ضمير جواة جميع ضمائر المخاطبة أنت وأنت وأنتم وأنتما وأنتن تمام ما تفهم اليو بمعنى أنت ومعنى ها أنت ومعنى ها أنتم ومعنى ها أنتما ومعنى ها أنتن تشمل جميع ضمائر المخاطبة يو أنت ثنيا يو أنتما يو أنتن يو أنتم تمام فامعنى هذي اليو ضمير مخاطب ركز فيه أستاذ ركز فيه أستاذ تمام إلما تكتلوا ه Evet أنت وأنت وأنت وأنتما وأنتن يو كلها مشمولة في you أما الآي هو ضمير الأنا ضمير الأنا وهنا بيحكونا هذولا ضمائر مين plural plural ضمائر مين الجمع مش عيب يا أستاذ لما أنت تتأسس من الأول مش عيب تتعرف من المفرد من الجمع شو معنى هي شو معنى الشي شو معنى ات شو معنى ذي مش غلط الغلط إنك تبني قواعدك على غلط الغلط إنك أنت تمشي في المادة وإنت أساسا غلط هذا هو المشكلة الكبيرة اللي ممكن إحنا نواجهها في المادة بسبب الخلل في مادة التأسيس معناته إن الضمائر الفاعل هي شي إت ذي وي يو آي إيش همه؟ هي هو شي هي إت أنه ذي هم وي نحن يو أنت وأنتي وأنتم وأنتما وأنتن آي الآن والآية ننتبه أنها تعامل معاملة الجمع الآية طلابنا تعامل معاملة مين؟ الجمع لا تنسى يا إخوان تمام معنى هذه ضمائر مين الفاعل؟ تعرف عليها شو المفرد؟ وشو تبعات الجمع؟ تمام؟ وشو كل واحدة شو معناها؟ الآن السادي لسه سموها ضمائر الفاعل هل لماذا؟ طرع سؤالين لماذا سميت بضمائر الفاعل؟ هذا رقم واحد لازم نجاوبه السؤال الثاني أين تقع بالجمع؟ وين تيجي؟ طلعه مثال أول وهي مثال ثاني هي سبيكس انجليش فليوانكلي يعني بطلاقة فليوانكلي معناها يا طلابنا بطلاقة فليوانكلي مثال آخر they watch cartoons at night إلان قبل ما بلش ممكن انك انت هنا في زاوية تكتب هالعبارة؟ او هالمخطط نحكي لك يا إلان انت تعرفت شو طبائر الفاعل؟ he she at she he at she هي هي هو it انه لغير العاقل بس فيه أمور قبل ما نبلش وقبل ما احنا ندخل بالتفصيلات the 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 الان مش كل مبلاغي غير عاقل مرجحها على ات يعني ات بتعود على كار ولا كارز كار الات بتعود على بوك ولا بوكس بوكس اكيد غلط بوك الات تعود على دور ولا دورز دور الات تعود على pencil or pencils pencil pin ولا pins pin دائما نتعلم ان الات مستحيل ان تعود على جمع بل تعود على مفرد غير عاقل يعني هذا الغير عاقل لازم يكون مفرد فتح معاي مش تغلط جول الكتاب لازم يكون مفرد يعني ات كار ولا كارز كار بوك ولا بوكس بوك pin ولا pins pin اما اسمعني ذي في خطأ كبير عند الطلاب ذي بيحكو لك الطلاب انها فقط بتعود على العاقل اتجمع العاقل يا اخواني بدك تفهم انه ذي يا طلابنا بتزبط اتكون للعاقل وبتزبط اتكون لغير العاقل الجمع يعني لما احكي انا بوكس كتب ما بقدر ارجحها بات البوكس ذي الدورز ذي البنز ذي طلعوا انتبه علي الات يا اخواني بس للغير عاقل المفرد يعني it is a must to be singular يعني لازم يكون مفرد اما ذي it could be for plural human or non human يعني تكون للجمع العاقل والغير عاقل لان اعطاك بوك و بوكس البوك ات اما البوكس ذي اعطاك كار و كارز الكار ات اما كارز ذي انتبه لهي المعلومة تمام ارجع نبوهتك انا او نوهت على it و they مهمات جدا تمام هسا ليش سموها ضمائر الفاعل she speaks english variable تتحدث هي تتحدث الانجليزية بطلاقة من يتحدث هي من يقوم بالحدث الفاعل من يقوم بالحدث they watch cartoons at night يشاهدون يشاهدون افلام الكارتون افلام الكارتون بالليل معتوا لما سموها ضمائر فاعل لما سموها ضمائر فاعل واحد يعني تتحدث عن من يقوم بالفاعل سيه اللغة العربية ضمائر فاعل يعني من يقوم بالفاعل هذا جواب اي سؤال الاول تمام تمام اثنين اين تقع قبل ما احكي اين تقع بس هل انتوا يا اخوان عارفين تقسيم الجملة من ايش منقسم الجملة السيمبل سنتنس طبعا انها كثير انواع جمال انا بتكلم عن السيمبل سنتنس الجملة البسيطة يا اخواني الجملة تتكون البسيطة من سبجكت ان verb ان object ان كمplement الجملة مكونة من فاعل وفعل وما فعول به وما تبقى من الجملة سبجكت verb اوبجكت كمplement هاي السيمبل سنتنس الجملة البسيطة كوان من فاعل وفعل ومفعول به وتكمله تعالوا خنقسم هاي الجملة شي سبجكت سبيكس برب انجليش اوبجكت فلوانتلي كمplement ذي سبجكت وووش verb كارتون اوبجكت اتنايت اللي هو كمليمت اللي هو ادفيرب اوف تايم يعني ظرف سماني تبع ادفيرب اوب مانر ظرف الهيئة انه بيطلاقة اين يقع الفاعل بعرف شو جوابته في اول الجملة استاذ انت مش هتجيب متر وتجيس انا ممكن احط لك شي في نص الجملة وتكون فاعل وحط لك ذي بنص الجملة وتكون برضو ايش بالها فاعل كيف بتدعرف الفاعل الفاعل لما انا اقرر شده بيها دائما الفاعل يقع بفور الفاعل الفاعل يقع قبل الفعل اتذكر الفاعل يقع مين قبل الفعل الفاعل قبل الفعل انتبه معناته اين يقع الفاعل قبل الفعل يعني لما تشوف شي باللص كيف بتقرر انها فاعل او بلاش تعال على ات وعلى يو ممكن يكون فاعل ومفاعل به اذا كانت لقيت قبل الفعل فاعل اذا بعد الفعل مفعول به اليو قبل الفعل فاعل بعد الفعل مفعول به هذي امور مهمة جدا اضدم بالربورت سبيتش انك تحدد انه هذا الضمير فاعل ام مفعول به احنا منعرف ان هم ضمائر فاعل بس شو بي اكاديمنا هذول الضمائر اللي تعلمناهم اين تقع قبل الفعل وين قبل الفعل فاذا ضمير محتار فيه بدور على الفعل طالما قبل الفعل هو فاعل اصحة تحكي لا بداية ولا نهاية ممنوعة لانه ممكن شيء او هذول الضمائر يكون بوسط الجملة ها فوجودهم قبل الفعل هو اللي خلاهم فاعل تمام؟ يعني هانا تقع قبل الفعل تقع قبل الفعل تمام؟ هذي الامور الاساسية اللي لازم تعرفها عن ضمائر الفعل هي مفرد مفرد جمع وتعرف معانيهن وتعرف انه لغير العاقل بس المفرد اما ذي زابطة للعاقل وغير العاقل اتجمع وان الضمائر الفعل هاي تقع فقط قبل الفعل وين قبل الفعل؟ تمام؟ تمام الان ننتقل لنوع الثاني من الضمائر وهي ضمائر من المفعل به الان طلابنا نتكلم عن نوع ثاني اللي هو اوبجيكت اوبجيكت بروناونس اوبجيكت بروناونس وبتعرف غضلهم بهم مين كمان؟ والله درس الضمائر بيخدمك كمان في درس الالاشتقاقات عليه ذي الوزارة 16 علامة الى معناته النوع الثاني اللي هي ضمائر المفعول به ضمائر مين؟ ضمائر المفعول به ايه شمي ضمائر مفعول به اشيء؟ ما ضمائر مفعول به؟ لسموها مفعول به واين تقع بالجملة؟ طلعوا هس الفاعل هي المفعول به هم الفاعل شي كمفعول به هير الفاعل ات وبرضو كمفعول به برضو يا طلابنا ات يعني الات زابطة تكون فائل ومفعول به كيف اميز اس اذا الات قبل الفعل فاعل اذا بعد الفعل مفعول به يعني من اقيم عليه الحدد المدعوس عليه بعد الفعل تمام وعن وعن they كمفعول به them we كمفعول به اس مش يوز اس يا اخواني اخواني يوز هيك يوز أو يوس هذه اس هذه اس يو فاعل وكمفعول به ايضا يو اي فاعل لكن كمفعول به مي مش ماي مي الماي يا اخوانا هيك هذا ضمير صفة ملكية بمعنى هو وهي وأنه وهم ونحن ويو أنت وأنت وأنتم وأنتما ومي بمعنى أنا انتبع علي اكيد هذولا بيظلهم معهم هذولا singular يعني مفرد يعني مفرد وذولا أكيد بلورل ما لهم جمع تمام اخوان هي فاعل الذكر كمفعول به هم ات ش فاعل و كمفعول به ات ذا فاعل كمفعو بهتم و يفاعل كم فعول به اس you فاعل كما مفعوده you I فاعل كما مفعوده me وليست my me وليست my الآن نكتب مثلين ونعقب على قضية it's وقضية you وأهم شيء you أحمد met here yesterday قابلها أحمد بالأمس مثال ثاني ربا told you what's happened or what happened أخوان أول شيء خنقسم الجميع زي ما تعلمنا أحمد subject مت مت الverb تو من مت مت الverb تو من مت وبعناها يقابل مت الverb تو مت والverb ثري مت 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 فيها الفعل اثنين لاحظ اين تقع ضمائر المفعول به اين تقع ضمائر المفعول به اكيد اللي قبل الفعل من قام بفعل اللي بعد الفعل من اقيم عليه صح يعني تقع بعد الفعل تقع بعد الفعل احمد مت ربا بعد الفعل هسه معناته قدرنا نميز البقية ميزينهم سهلات جدا الاتوليو يا بتكون يا فاعل يا مفعول به اذا الاتوليو قبل الفعل subject اذا الاتوليو بعد الفعل object object مفعول ايش بالو به معنى تقع ضمائر المفعول به بعد الفعل يلا سمعوا معاي المفعول به منه هم ش هر ات ات ذي ذم وي اس يو يو اي مي اي مي فهي ننتبه لها اي مي الله يرضى عليكم تمام تمام هيك بنكون عرفنا شو ضمائر الفاعل وامتقع وكيف اشكالها وشو ضمائر مفعول به وين امتقع وشو اشكالها تمام وايضا كيف اميز ان يو وات كما فعول به تمام او كفاعل قبل الفعل فاعل بعد الفعل مفعول به تمام الان ننتقل الى اللي هو النوع الثالث من الضمائر النوع الثالث اخواني من الضمائر positive positive adjective adjective pronouns positive adjective pronouns positive adjective pronouns اللي هي عندنا ما يسمى ضمائر ضمائر صفة الملكية ضمائر صفة الملكية ضمائر صفة الملكية ضمائر صفة الملكية تمام طب ايش اني ضمائر صفة الملكية طلعوا خلينا نسترقهم من ضمائر فاعل ضمائر فاعل هي she it they we and you and i هذولا ضمائر مين ضمائر الفاعل ضمائر مين ضمائر الفاعل صح تعلمنا هين باول الدرس تمام الان باجي هنا بقدر اكتشف انه ضمائر صفة الملكية من خلال مين ضمائر مين ضمائر الفاعل من خلال مين ضمائر الفاعل هسا هي هو طب كامتلاك his له معنى هي كامتلاك his she هي كامتلاك hair بمعنى لها بعرف ان كلان عم بتخربطه بين hair كمفعول به وبين hair كايش كامتلاك صح راح للمشكلة يعني it كفاعل كملكية it انتبهوا على ال it هذه ال it حكاية اخواني ال it هاي اذا كانت في فجيها apostrophe مش كما apostrophe الفصل الوية هادي اختصار لا it is ما لا علاقة اما ال it كامتلاك بدون apostrophe بدون فاصلة تمام هاي بمعنى له hair بمعنى لها ورح نتكلم عنها كيف افرقها كما فقول به تمام وكيف كامتلاك it بمعنى له خليحكي تمام they هم معناته ذير لهم ذير لهم demonstrative بمعنى بمعنى us or we نحن our لنا our our class لنا صفنا our home بيتنا موطننا you انت وانتي وانتم هسا لك ولك ولكم فالyou بصير you كامتلاك اما لك واما لك واما لكم واما لكما etc مهم تركز على كل كلمة بحكيها i كامتلاك مش me li هاي الماي بمعنى ايش li بمعنى li هاي ضمائر صفة الملكية وليست الملكية الملكية her hers their theirs our ours your yours هناك بنسميهم ضمائر الانتلاك اما هاي ضمائر صفة الملكية he ممتلك his she here it its they there we our you your and I my تمام مثال let's sem muha ضمائر صفة ملكية بس هنتحدث عنها this is this is my book this is her house you 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 I I you I شغلتين بسطات سميت بضمائر صفة الملكية لأنها تصف لمن الشيء لنقول هذا كتابي وصفت الكتاب لهذه سموها ضمائر صفة الملكية هذه السيارة لها وصفت أن السيارة هي لها هل هيك سموها ضمائر صفة الملكية فالطلاب بتخربط بين ضمائر الملكية وضمائر صفة الملكية هاي ضمائر صفة الملكية رقم الثين وبتمك بالاشتقاق يجب أن تتبع باسم اللي هو المملوك ليش يتم تركه رقم الثين ماي بوك اسم هير هاوس اسم فمعناته بنا نعرف لدرسة قدام ضمائر صفة الملكية لازم يجيوا لها الاسم لازم يجيوا لها اسم هو المملوك تبا ماي كار ماي بوك ماي هاوس ماي باك ماي بين ماي بين اتساترا ماي بينسل بلا 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 الاخري الان الحلو بدك تعرفه انه هير اتعلم لها مفعول به صحية وهير لها هسا اذا الهير ما اجى وراها اسم اذا الهير ما اجى وراها اسم ما في وراها اسم بتكون مفعول به ولكن اذا وراها اسم بتكون امتلاك فانتبه لك كل نقطة اعطيتها بعد الفيديو معاته عنا الان تعلمنا ضمائر الفاعل ضمائر مفعول به ضمائر صفة الملكية الان عودة الى الدوسية تمام احنا مرتبين شو ضمائر الفاعل ضمائر مفعول به وضمائر مين اللي هي صفة الملكية بصصف ادجكتب حان طلع على المثال هذا examples you eat lunch with your family everyday طلع اليو يا مفعول به يا فاعل جاي قبل الفعل eat يا اكل هذا هو subject اليور هذه انتلاك اي وراها اسم فاميلي طب هذه الهير امتلاك ولا مفعول به طالما ما في وراها اسم هذه ما لها مفعول به لانه ما في اسم I saw him him جاي بعد الفعل هاي مفعول به she saw her رأتها in the mall yesterday في المال بالامس I saw him last night رأيته بليلات الامس انتبهوا على الضمائر هاي اللي شرحنا خلال الامثلة تمام هيك بنكون احنا وهنا في بنت في صفحة رقم تسعة صفحة رقم تسعة انا تركتلكوا اياها حتى تكتبوا كل الملاحظات اللي كتبناها انا وياكم في الصفحة هاي والصفحة اللي هي اللي قبلها ربنا يرضى عليكم ويكرمكم رب يرضى عليكم يكرمكم وارجيكم اياها نستعرضها تمام 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 هي هذا كله بنزن في بند الملاحظات حتى لو مكتوب ارجع اكتب حسن من الهاند رايتنج تبعك يعني الكتابة تبعتك لانه جاينا ايام حنكتب فيها كثير حتى نتعلم موضوع الانشاء وما يكون لنا اخطاء املائية فلا تبخل حالك الله يرضى علي اسمك بالكتابة وربي يعطيكم الف الف عافية ان شاء الله وبإذن الله تعالى هذا هو يكون اللي هو الفيديو رقم ستة ويتبعها ان شاء الله يكون اتباعا لها فيديوهات اخرى ربي يعطيكم الف 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 عافية